في خطوة جديدة تفتح الباب أمام تطورات محتملة في المشهد المالي العراقي أيد مجلس القضامة توصل إليه مجلس الدولة بشأن حالة محافظ البنك المركزي على العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية في محاولة حكومية للهروب من واقع مفاده فقدان السيطرة على انهيار الدينار العراقي والسمرار عمليات غسيل الأموال فرغم عدم امتلاك العلاق صيرة عمل تتصف بالنجاح إلا أن السوداني أعاد تكليفه في كانون الثاني عام 2023 بمنصب محافظ البنك المركزي بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته وما أثار جدلا واسع في الشهر العراقي الذي استذكر تصريحات العلاق بشأن فضيحة غرق وتلف سبعة مليارات دينار عراقي عام 2018 بمياه الأمطار التي قال أنها تدفقت إلى طوابق السفلة لمبنى البنك المركزي خزاء مصف الرافدين إلى غرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت وهذه المياه قد دخلت إلى خزاء مصف الرافدين وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية المخزونة في تلك الخزاء وكان العلاق قد شغل المنصب لنحو ست سنوات بين عامي 2014 و2020 وعاقبة عينه التعاهد بسخف زمني لعدة أسعار الصرف إلى وضعها الطبيعي وهو ما لم يحدث على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم قرار تقاعد العلاق له تداعيات كثيرة بحسب حقوقين أكدوا أنه سيعيد صياغة المشهد المالي في الهرق لا سيما أن البنك المركزي لعبوا دورا حيويا في توجيه السياسة النقدية والاستقرار المالي وهما تفقده البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن خطوة إحالة العلاق على التقاع تتبعها خطوة البحث عن بديل لتتوجه الأنظار نحو من سيخلفه في هذا المنصب الحساس لا سيما أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط التأكيد على أن خليفة العلاق سيجد نفسه أمام تحدي كسب تقة المستثمرين وكذلك المجتمع الدولي في النظام المالي العراقي بعيدا عن التأثيرات السلبية للأحزاب والكتل السياسية